موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم مشاهدين الاكارم الى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة نبدأها بابرز عنوين صحفك العادة عنوانة الشرق الاوسط داعش يبث شريطا لقتل الكساسبة حرقا والاردن يعدم الريشاوي الاربعاء ايران تهدد باستئناف انشطتها النووية في حال فرض عقوبات امريكية جديدة عليها فرنسا تعتقل ثمانية اشخاص لطورطهم بشبكات تدرب للقتال في سوريا دعم المالي سعودي للانر والاستئناف انشطتها في مساعدة الفلسطينيين اما في العربي الجديد سوريا مقتلوا ثمانية وستين مدنيان تحت التعذيب خلال الشهر الماضي كتائب المعارضة السورية تسيطر على تلة المياسات في حلب تقدم البشمرقة والجيش الحر في ريف عين العرب زهران علوش يعلن العاصمة دمشق منطقة عسكرية الاتلاف السوري يقيل سفيره بالدوحة على خلفية ازمات الجوازات ستة مليارات دولار سنويا لاسرائيل من موارد الضفة الانتخابات التركية مغامرة كردية بقائمة حزبية وفي القدس العربي اهالي دارية في غوطة دمشق ما زالوا يعيشون في الظلام بعد ثمانمائة يوم من الحصار ويقتاتون من منتجات حدائقهم الاردن يهدد برد مزلزل على الدولة الاسلامية بعد اعدامها الطيار الاسير معاذ الكساسب حرقا غضب عشائري واستنفار امني والملك يطالب المواطنين بالوقوف صفا واحدا الشورى الايراني يصوت على الغاء معاهدة جينيف حال فرض عقوبات اليمن قائمة حضر سفر حوثية على سفراء اجانب عرب حكم بسجن مغرد سعودي ثلاث سنوات ادين بسب وشتم احدى السفارات بالرياض وفي موقع سيرانيوز فقد تعنوا ضحايا بقصف على دومابير في دمشق ومعارة النعمان بادلب ومقاتلون معارضون يسيطرون على تلة بحلب المعلم حرصون على التعاون الايجابي مع مبادرة ديمستورا بشأن سوريا منظمة حضر الكيماوي الانتهاء من تدمير 12 مرفقا لانتاج الاسلحة الكيماوية بسوريا برنامج الاغذية العالمي قلق لوضع شعار داعش على مساعداته الغذائية المرسلة الى سوريا وفي موقع هبرلاري التركي خبراء عدم طلب اليابان مساعدة تركيا كان خطأ انقراتوا انشئوا وقفا لادارة المدارس التركية في الخارج سوريا جلسة صلح بين النصرى واحرار الشام في ادلب الماء والشاي غير المحلى افضل السوائل للحمية وفي وكارة انباء الانضول فقد جاء لهذا اليوم ايضا السفير التركي في روسيا يعلن بدء الدراسات الفنية لمشروع خط الغاز الروسي المعروف بالتيار التركي تركيا الجيش يحقق في ادعاءات تغلغ للكيان الموازي بصفوفه صندوق تأمين ودائع المدخرات التركية ضع يده على بنك اسيا القريب من جامعة غولن ايران الشورى يصوت على الغاء معاهدة جينيف حال فرض عقوبات صحيفة الحياة نشرت لحسام عيتاني بعنوان نظام حما جاء فيه لخص تدمير حافظ الاسد مدينة حما قبل ثلاثة وثلاثين عاما وقتل اهلها وتشريدهم الفلسفة العربية التسلطية في معالجة مشكلات الداخل بعد اربعة اعوام من حرب اهلية باردة مع تنظيم الاخوان المسلمين تنقلت وقائعها بين المناطق السورية انفجر الصدام في حما بين الطليعة المقاتلة والجيش السوري والتشكيلات الملحقة به ارسل اسد الاب في حما نظاما كان قد باشر تطبيقه في لبنان في المعارك ضد خصومه الفلسطينيين واليساريين عند دخوله لبنان في الف وتسعمائة وستة وسبعين لكن النظام هذا بلغ الذروة في حما الف وتسعمائة واثنين وثمانين عندما طبقه من دون خشية التدخلات الاجنبية والارقابة وسائل الاعلام فوصل به الى تمامه النظام البسيط الاقصائي الى الحد الاقصى والدموي الى ما فوق مستوى الخيال نجح على امتداد الاحداث السابقة على مجزرة حما في تجريد الاخوان ومن ثم الطيعة من اي تعاطف شعبي وفي عزلهما عن من تبقى من متضامنين وفي تصوير حركتهما بانها تمرد ارهابي مدفوع من الخارج على السلطة الحائزة للشرعية لا تقل عن اجماع المواطنين عزل الاسلاميون بفعل اخطائهم وسلوكهم كما بفعل نهج الاجهزة الامنية عن اي حراك سياسي ذي مغزة وتكللت جهود الاسد بالتوفيق في حشر الاسلاميين في سلسلة من التناقضات السياسية جعلت منهم جماعة مارقة لا قاعدة شعبية حقيقية لها وبعد عزلهم وضربهم باشر النظام الانقضاض على المجتمع والقضاء على كل معالم المعارضة والعمل السياسي فيه عبادة الفرد المعصوم ترافقت مع التصحر الثقافي والاجتماعي وتحول الاقتصاد الى العوبة بيد افراد معدودين احيى بشار الاسد واجهزته واجهزة النظام ذاته مع بداية الثورة في اذار 2011 ولم يجد رادع امام تعميمه ونقل تجربته من اطار حماد ضيق الى كل اراضي الجمهورية تدمير حمص وحلب والمجازر التي باتت عصية على الاحصاء ابتكار الاساليب الجهنمية في ابادة المدنيين على شكل البراميل المتفجرة ومئات الالاف من المعتقلين في ظروف غير بشرية والذين يموتون كثر منهم تحت التعذيب ليست الى النموذج المحدثة من نظام حماد او فلنقل انه حما 2.0 بلغة برامج الكمبيوتر بعد ترقيته وتحصينه وادخال المعطيات الجديدة اليه هكذا جرى القضاء على الحراك السلمي ودفع بالثورة الى العسكرة وتغذية كل ما من شأنه واسمها بالارهاب والجهاد لا سياسة ما هذا النظام ولا حوار يجديا على ما بيّنت السنوات الاربعة الماضية ولم يكن مفاجئا ما اكتشفه الصحفي الامريكي جونثان تيبرمان من مجلة فورين افيرز في تعليقه المصور على موقع يوتيوب على مقابلته مع بشار الاسد لاسبوع الماضي من ان الاسد لا يعتزم التنازل عن اي قدر من السلطة لأي كان وان ما من حل للحرب هناك فاما ان يسحق او ان يسحق معارضيه او ان يسحقه هؤلاء هذا ما يقود اليه نظام حما المطور صحيفة يانشفق التركية نشرت مقالا لياسين اقطاي بعنوان هل يستحق الاكراد في عين العرب هذا الظلم جاء فيه ان عملية مباحثات السلام الداخلي في القضية التركية الكردية ما زالت مستمرة على الرغم من كل الحوادث ومحاولات الافشال والمنع والاستفزازات التي تعرضت لها ان احداث السادس والسابع من تشرين الاول الماضي تكشف بشكل فاضح مدى سوء استخدام تنظيم بيكيكي لعملية المباحثات وليس ذلك فحسب بل تشير تلك الاحداث الى الانحدار الاخلاقي الخطير الذي تعاني منه المنظمة والذي ادى بها الى تجاوز بعض الخطوط الحمراء ان التنظيم الذي اشعل النار في المحيط من خلال الدعوة لانقاذ كوباني حاول في الوقت الذاته لفت الانظار بعيدا عن جهود تركية التي تعد دولة الوحيدة التي قدمت مساعدة حقيقية لكوباني قام التنظيم بفتح عيون العالم على الموقف في كوباني من خلال حملاته في الوقت الذي لا يلتفت فيه العالم الى الحرب الاهلية والمجازر التي تحدث في كل زاوية في سوريا في الحقيقة ثمت خدعة في لفت الانظار الى كوباني لكن الواضح ان المنخدعين كانوا على استعداد ورضة تام بالانخداع ان العالم الذي يتيقظ لقضية كوباني ما زال يتعام عن رؤية ما يحدث في حلب وحمص وادلب وغزة ورابعة ومع ذلك فان المتيقظين الى قضية كوباني لم يقدموا اي دعم لها سوى ما يشفي صدور الاكراد ليقع دور تقديم الدعم والمساعدات على تركيا وحدها من جديد فقد فتحت تركيا ابواب حدودها لما يقارب المئتي الف كردي وقدمت لهم المساعدات الانسانية لتفادي كارثة اهلية وبعد ذلك سمحت تركيا لقوات البشمرقة لمساعدة قادة تنظيم باية دي حزب الاتحاد الديمقراطي الفرين من تنظيم الدولة كما امنت انتقال 1500 مقاتل من الجيش السوري الحر للقتال في كوباني ان هذه المساعدات كانت حاسمة جدا كما ان الجيش السوري الحر المقاتل ضد الاسد كان قد طعن في الظهر كان قد طعن في الظهر سابقا من قبل تنظيم باية دي الذي يسعى لمساعدته الان ان الجيش السوري الحر الذي يفعل ذلك الان ليشير الى تعاونه مع الاكراد ضد مقاتلي الاسد وغالبيتهم من العرب مما يؤكد على صدق مطالبهم بالحصول على سوريا موحدة وبعد ترضي تنظيم الدولة من المنطقة يظهر علينا نواب حزب الشعوب الديمقراطي بالقول الاكراد فقط هم من انقذوا كوباني كوباني ليست بحاجة لأحد بل على العكس فالجميع بحاجة الى كوباني انت من بدأ الندب على مأساة كوباني وانتم من طلبتم من العالم وتركيا تقديم الدعم لكوباني لقد استيقظ العالم استجابة لنداء كوباني وقدم لها معروفا لم يقدمه لغيرها من المظالم وانقذها من تنظيم الدولة وخيرا ما فعل ان كنتم تريدون نكران الجميل ففعلوا ذلك باسمكم وحدكم لا تتكلموا باسم شعب كوباني فللنظر حقا هل سيتقبل شعب كوباني نكران الجميل بهذه الطريقة ان شعب كوباني ليس بالشعب الذي ينسى ما قدم له ما قدم له في مثل تلك الظروف العصيبة ولا يستطيع الرد بنكران الجميل لا تضيموهم بالسلوك هذا اسوأ مما فعله تنظيم الدولة ونطالع في صحيفة التايمز مقالا لمراسلها في الرياض هيوء تومينيسون بعنوان السعودية ترسل جواسيس لاختراق شبكة تنظيم الدولة الإسلامية وقال كاتب المقال ان السعودية ستحاول زرع جواسيس داخل تنظيم الدولة الإسلامية في محاولة لتدعيم دفاعات المملكة وسط مخاوف من شن اعتداءات محتملة من قبل جهاديين داخل المملكة واضاف ان الهجوم الذي شنه عناصر تنظيم الدولة الإسلامية على الحدود الشمالية للمملكة كشف عن الحاجة الماسة للحصول على معلومات استخباراتية من داخل تنظيم مشيرا إلى أن الآلاف من السعوديين غادروا البلاد للانضمام إلى هذا التنظيم والقتال تحت لوائه وأردف تسعى الرياض اليوم لدمج رئاسة الاستخبارات السعودية مع قواتها الأمنية تحت لواء وزير الداخلية القوي محمد بن نايف وأكد أحد المستشارين السعوديين لتومي لينسون أن هناك حاجة لإيجاد حل استخباراتي فمع أننا عززنا دفاعاتنا على الحدود إلا أننا بحاجة لمعرفة تحركات تنظيم داخل المملكة فنحن بحاجة لدور العنصر البشري لاستخباراتي وأشار كاتب المقال إلى أن السعودية نشرت حوالي 30 ألف جندي على حدود البلاد مع العراق وجهزته بأفضل التقنيات الحديثة صحيفة العربي الجديد نشرت مقالا لأمجد ناصر بعنوان التشليح والتشبيح جاء فيه لم أقرأ مذكرات فاروق الشرع الرواية المفقودة التي أصدرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات فلم أتوفر على الكتاب بعد ولن أنتظر حتى أحصل عليه لأبد ملاحظات على ما قرأته من فصول حرفية نشرتها العربي الجديد تعليقي هنا يتعلق بنقطة أثارت انتباهي وتكشف برأيي عن جذر التشبيح في الحياة السياسية السورية فعنوان المذكرات حتى لو وضعه قلم التحرير في المركز العربي ليس بعيدا عما قرأته منها والأهم ليس بعيدا عما أشرت إليه عن مسرح السياسة وشخصياته الأسد الأب حافظ هو الشخصية المركزية وبجانبه شخصيات فرعية أبرزها على صعيد المفاوضات مع إسرائيل فاروق الشرع لكن ثمت في مسرح المذكرات الممتد على زمن سابق أطول آخرون يتقدمون على الشرع في النظام الأسدي مثل عبد الحليم خدام مصطفى طلاس حافظ الأسد مصدر الحركة في مذكرات الشرع وموزع الأدوار ومنه وإليه يعود القرار لكن الشرع لا يستطيع أن يطمس لعبا مهما آخر مثل عبد الحليم خدام حتى وإن كان هو مؤلف النص فكيف يظهر لنا خدام في مقرات ولا أظن أن نبرة الكتابة ستتغير فيما لم أقرأ إنه سيد التشليح والتشبيح شخص فض أحمق أحيانا لا يتورع عن زج النظام في سياسات صدامية مع العالم ويضعه في مواقف بحرجة ويجر عليه لعنات عربية يعرف حافظ الأسد ذلك كله لكنه يبقيه على رأس أهم ملفين في السياسة السورية يومها فلسطين ولبنان لا تغير تعليقات حافظ الأسد التي يسجلها على سلك خدام من واقع أن الأخير كان كما يشير الشرع وراء طرد ياسر عرفات المهين من دمشق الاقتتال بين أمل وحزب الله وأمل والفلسطينيين لكنه مع ذلك يبقى فترة طويلة متمسكا بهذين الملفين الذين برز فيهما تشبيح نظام السوري على أصوله ومما له دلالة على التشبيح قل تشليح خدام يريد الشرع حكاية لافتة يستغل خدام سهوى علي عبدالله صالح وهو يودع حافظ الأسد في المطار ويخطف منه على مرأة من الأسد والوفد المرافق بمن فيه شرع مسبحة ثمينة تخيل هذا المشهد الكاريكاتوري خدام يقتنص المسبحة ثم يفر في اتجاه الطائرة الرئاسية السورية وصالح يركض وراءه طالبا إعادة المسبحة التي تقدر بألاف الدولارات بيد أن خدام يسارع لارتقاء سلام الطائرة التي ستقلع إلى دمشق جريدة حبر نشرت افتتاحية لمديرها العام بعنوان حرية الرأي جاء فيه تثقب أذننا عبارات حرية الرأي والتعبير والرأي والرأي الآخر الكلمة الحرة والصوت الحر كتاب الحرية وصنمها الذي ينتصب في نيويورك معبود الأحرار كما يقولون وكلما فتشنا في تلك الكلمات نجد أنها صيغة بطريقة ترسخ القهر والعبودية فأنت مجبرا على أن تتمتع بكل هذه الحريات وإلا فأنت تعادي السلام العالمي والسلم الأهلي والسامية والحامية وكل الأديان الأرضية والسماوية عليك أن تكون حرا بلا ضوابط حتى تسمى رقيا عليك أن تتمتع بالقدرة على الشتم والسب والإهانة دون أن تخشى أحدا إلا في بعض المحاذير التي وضعها أصحاب الحرية نفسها والتي يعرفها الجميع لازلت كذبة الحرية صالحة للتداول في عالم إيرى الألاف يقتلون في سبيلها وهو يتفرج عليهم بحجة الخوف من الإرهاب ولا زالت تمتلك صلاحية في عالم يقوده فيتو العين ليذهب بعدها من يقع عليه للجحيم ولا زالت تصلح عندما يثور العالم للدفاع عن صحيفة مغمورة مسيئة فهن أنه يرى ضرورة الحوار مع من يقتل شعبا أعزل منذ أربع سنوات بلا أي موقف لا أريد أن أطيل في تعداد صور الحرية المباعى في سوق النخاسة منذ زمن بعيد في هذا العالم ما أود أن أشير إليه هو أن الحرية التي يدعونها أمر نسبي قد لا يتوافق عليه اثنان في هذا العالم لذلك تسن القوانين ليلا نهرا لتنظم حريتهم كما يدعون أما نحن فلدينا حريتنا التي نؤمن بها والتي نعرف حدودها جيدا ونعرف أيضا واجبات العالم تجاهها لكنه اليوم منطق القوة وقوانينها التي تحكمنا دون أي وجود لهذه الحرية التي تخرج زعماء العالم في باريس لكي يلقوا بأنفسهم على جسدها ويتمتع بعري جريتهم الحسنة مجلة أكسجين نشرت لهيئة التحرير كلمة العدد بعنوان حج إلى الموت فداء للأسد جاء فيه لأجل العتبات المقدسة أتوا ليحموها بأرواحهم فإذا بهم يبذلون دماءهم فدا لعتبات قصر الأسد لأجل زينب ورقي وفاطمة أتوا يحجون وينوحون ويقفون عند المقامات يبكون فإذا بدموعهم تنفجر دماء لأجل مقام أسماء الأسد من بيوتهم خرجوا حاملين سلاحهم يقسمون على الثأر للحسين وضعين أرواحهم على أكفهم فدا لعيون الحسين ورأسه فإذا بأرواحهم تزهق فدا للأسد وعائلته لكن لكل غال عليهم تحركوا وخططوا وفكروا ودبروا فإذا بهم يبعون بالرخيص دروعا بشرية تارة وأوراق داعب في مقامرة دولية تارة أخرى إلى خط النار وفي وجه المدافع وداخل ثغور الخطر زوروا وحدهم ألغاما بشرية وصاروا أشلاء ليشرب الأسد وسليماني على رائحة دمائهم نخب الوحشية والطغيان لأجل الحسين يدافعون عن كرسي الأسد ولأجل زينب يموتون عند أقدام أسماء الأسد لحكايات مزعومة من التاريخ حملوها عبر العقود والقرون تحركوا ليثأروا وينتقموا من أحفاد حملوهم جرائم لم يفعلها الأجداد ولتبقى بحار الدماء تسيل ثأرا لدماء جفت عبر القرون وليستمر الثأر والانتقام رادودا يتوارثون لحنه وكلماته ومشاعر النقمة التي فيه جيلا بعد جيل أموتوا في حب زينب أموتوا في حب الحسين أموتوا في حب زينب كلمات كان حجاج حزب الله ينشدونها في رادود حجهم في مقام السيدة رقي البارحة قبل ساعة واحدة فقط من تحولهم إلى أشلاء داخل باصهم الذي تم تفجيره على يد مسلح فجر نفسه غير مدركين أنهم بدمائهم يسقون شريان الحياة للوجود الأسدي والإيراني على أرضنا في سيناريو لا علاقة فيه لزينب ولا للقية ولا حتى للحسين نفسه حج يقيمون شعائره بأضاح لم تكن إلا هم فأي مكاسب يرتجون بهذا المقال مشاهدين الأكارم نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم دائما بكل خير أشكركم على حسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة